بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين المبادة قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم أهل مقامي إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتقصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم أن المؤلف رحمه الله ذكر أنه مسترق لقبول العمل عند الله شرطا مسترق الأول الإخلاص لله عز وجل الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وثم قال إن أهل إن أهل الإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعي هذه الآية من سورة الفاتحة إياك نعبد هذا فيه الإخلاص حيث قدم المعمول وإياك على العامل وهو نعبد يفيد الإخلاص وهذا أبلغ من نعبدك أبلغ من نعبدك إياك نعبد هذا فيه تخصيص وفيه إخلاص لله عز وجل أي لا نعبد سواك لا نعبد سواك وإياك نستعين كذلك لا نستعين إلا بك قال العلماء هذا عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به فيجب على المسلم أن يلتزم بهذا العهد الذي يكرره في كل ركعة من صلاة يخاطب به ربه عز وجل وأهل إياك نعبد وإياك نستعين على أربعة أصناف إذكرها المؤلف نعم ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف الصنف الأول الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة هذا فيه نظر كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن أفضل العبادات أشقها وما فيه تعب تهير على النفس يقول هذا فيه نظر لأن أفضل العبادات هو أخلصها لله عز وجل أفضلها أخلصها لله عز وجل قد يكون العمل شاقا ومتعبا لكنه لا يقبله الله كالذي يعمل بالبدع أهل البدع عندهم عندهم تعب وعندهم مشقة هذه شك المتصوفة عندهم تعب وعندهم مشقة وعندهم تقشف وعندهم حرمان للنفوس لكنهم على غير هدى على غير متابعة فالأجر إنما هو على قدر الإخلاص قدر ما يخلص به العبد لربه عز وجل نعم وروا حديثا ليس له أصل أعيد الله الصنف الأول والمؤلف لا يطر هذا إنما يحكيه إنما يحكيه نعم الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها هذا يغلب على الصوهية نعم قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها وهو حقيقة التعبد والأجر على قدر المشقة الأجر على قدر المشقة غير صحيح الأجر على قدر الإخلاص قد يكون العمل شاقا ومكلبا لكن ليس به أجر أصلا لأنه على غير متابعة نعم وروا حديثا ليس له أصل أفضل الأعمال أحمزها أي أصعبها وأشقها روا حديثا أهل هذا القور روا حديثا ليس له أصل أي ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ليس محقوضا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أفضل وروا حديثا ليس له أصل ليس له أصل في السنة نعم أفضل الأعمال أحمزها أفضل الأعمال أحمزها أفضل الأعمال أحمزها بإزاي نعم أي أصعبها وأشقها أي أصعبها وأشقها أخذوا من هذا أن أفضل الأعمال أشقها وهذا الحديث ليس له أصل فهذا القول غير صحيح نعم وهؤلاء هم أرضاب المجاهدات والجور على النفوس هم الصوفية نعم قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حق إن لنفسك عليك حق لربك عليك حق ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك أي الضيوف الذين يأتون لهم عليك حق النفس لها حق أن لا تشفق عليها ولا تتعبها تعبا يشق عليها بل تعطيها قصطا من الراحة يقولون النفس مثل الدابة إذا رفقت بها سافرت عليها وقطعت عليها المسافة وإذا شققت عليها انقطعت في الطريق كالمنبت كما قال صلى الله عليه وسلم المنبت يعني المنقطع لا أرضا قطع ولا غارا أقطع وأحب الأعمال لله عز وجل أدومها وإنقل أحب الأعمال لله أدومها وإنقل هذا هو أحب الأعمال نعم والصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتثار لما هو منها وهذا يمن فيه نظر لأن طرح الدنيا وترك الدنيا الله ما أمرنا بهذا ما أمرنا أن نترك الدنيا فلأمرنا أن نطلب الرزق وأن نكتسب ونفعل الأسباب ولا نترك الدنيا زهدا ونكون عالة على الناس والله جل وعلا ذكر أن الذين ناصحوا ناصحوا قارون ناصحوا قارون قالوا له ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فترك الدنيا هذا ليس مطلبا شرعيا كما أن الاكتصار على الدنيا وأن تكون الدنيا هي أكبر هم الإنسان هذا ليس مطلبا شرعيا فلأحسن الاعتدال في هذا تقول الله وأجمل في الطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد للإنسان من الدنيا لكن عليه أن يقتصر على الحلال منها وأن يستعين به على طاعة الله ويكتفي به عن الناس ويكفي به من تحت يده فلابد من الدنيا نعم الصنف الثاني الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراف لما هو منها ثم هؤلاء قسمان من أفاضل الصحابة من هم صحاب ثروة مثل عثمان رضي الله عنه مثل عبد الرحمن بن عوف وهم من العشرة المبشرين في الجنة هنا فاضل الصحابة ما تركوا الدنيا ولكنهم دعالوها مطية للآخرة نعم ثم هؤلاء قسمان فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها هذا أيضا ليس صحيحا الزهد ليس هو ترك الدنيا الزهد هو ترك الحرام ترك الفضول الزائدة عن الحاجة هذا هو الزهد ترك ما بأيدي الناس طلب الرزق الاستغناء عن الناس هذا هو الزهد نعم وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان ثم هذا صحيح يعني ملازمة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان هذا صحيح لكن هذا لا يمنع لا يمنع من أن تقلب الرزق وتستعين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يذكر الله وهو يطلب الرزق يذكر الله راكبا وماشيا ومضطجعا وأن أكل لأحواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعها لا يطلب الرزق ولا يعطل الأسباب ويقتصر على الذكر هذا منزع صوفي ليشتغلون بالذكر ويتركون طلب العلم حتى طلب العلم يتركونه يشتغلون بالذكر ويتفرعون له ويتركون طلب الرزق ويقولون الرزق يجيك ما يجيك لأحواله بطلب سعي لا يجيك لأحواله بطلب والله ما أمرك بهذا أنك تترك طلب الرزق تجلس تذكر الله أو تترك طلب العلم تترك حلق الذكر وتشتغل بالذكر نعم ثم هؤلاء قسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون لطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته وردوا نعم هذا كله استلاحات صوفية نعم ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داء الله حق الرب فمعاثر حق نفسه نعم كل هذه المصطلحات صوفية ثم المؤلف بين قال والحق نعم والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داء الله حقه جمعية يعني اكتصار اكتصار القلب نعم أن الجمعية حظ القلب وإجابة داء الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء نعم الصنف الثالث نعم المسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقها لا يعطي نفسه حقها ويترك حق الله ولا يتركون الفرائض يتركون النوافل ويتركون طلب العلم ويقول أننا نتفرم بقلوبنا لذكر الله ومناجاة الله هذا غلط الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر نعم وهذا له وجه أن أفضل العبادات هو ما كان يتعدى نفعه أفضل من العبادة التي نفعها قاصر على العبد فقط على الفاعل فقط لأن الذي يتعدى نفعه ينفع نفسه وينفع غيره وما الذي ينفع نفسه فقط ولا ينفع غيره هذا نفعه قاصر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكواكب فالعابد مثل الكوكب يضيء لنفسه فقط ولا يضيء للناس والمسافرين أما القمر فإنه يضيء لنفسه ويضيء للناس فهو أنفع كذلك العالم ينفع نفسه وينفع الناس العابد إنما ينفع نفسه فقط نعم فالنفع المتعدي العمل الذي فيه نفع متعدي أفضل من العمل القاصر على صاحبه نعم الصنف الثالث رأى أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر القاصر على صاحبه نعم فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله عيال الله يعني فقراء من العيلة وهي الفقر فالخلق عيال الله أي فقراء إلى الله كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني الحميد وأفضل الناس أنفعهم لعياله أي لفقراء هذا يدل على أن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر نعم قالوا وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفع قالوا خرج الحديث هذا في الحاشة نعم نعم يقول رواه البزار في كشف الأستار وأبو يعلى في المسند وغيرهم من حديث أنس بن مالك وفي إسناده يوسف ابن عاطية الصفار قال الذهبي في الميزان مجمع على ضعفه وعد هذا الحديث من مناكيره نعم ورواه الطبراني في الكبير وغيره من حديث ابن مسعود قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمير وهو أبو هارون القراشي متروك نعم أنا كل حال معناه معروف معنى الحديث معروف أما سندها لا يحتاج إلى بحث ونحن في غنى عنه نعم النفع المتعد أفضل من النفع القاصر هذا له أدلة غير هذا الحديث نعم قالوا وعمل العبد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير فإن أحدهما من الآخر أي الإنسان الذي يصلي الليل ويصوم النهار ويجلس للأذكار من العالم الذي يعلم الناس ويدعوهم ويفتيهم ويفصل بينهم إذا اختله ما بينهم مقارنة هذا أفضل نعم ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكم هذا حديث هذا يغني أنفعهم لعياله فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ناحية أن الكوكب لا يضيء للناس ولا ينفعهم إنما ينفعهم بالاقتداء والاهتداء في السفر فقط لكن لا يضيء لهم الطريق خلاف القمر فإنه يضيء لهم الطريق وينتفعون به نعم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم نعم والنفع في الدعوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وذلك لما أعطاه الراية يوم خيبر قال له انفق على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوه من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم رجل واحد كيف إذا اهتد به أمم من الناس وأجيال قد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا نعم والدعوة إلى الله من النفع المتعد نعم وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلمي الخير إن الله وملائكته يصلون الصلاة من الله ثناؤه على عبده الملائي الأعلى والملائكة صلاة الملائكة الاستغهار وصلاة الآدميين الدعاء صلي عليهم أن يدعو لهم نعم وقال صلى الله عليه وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها هذه أجزة من حديث أبي الدرداء قد شرحه الإمام بالرجب في رسالة مستقلة الشرح حديث أبي الدرداء من سلك قريطا يلتمس به علما شرحا وافيا في رسالة مستقلة مفيدة جدا نعم قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله نعم العالم وقال إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها نعم لماذا الحيتان في البحر تستغفر له والنملة في جحرها لأنه يدعو الناس إلى الخير ويحصل المطر ويحصل الريف وكثرة الخير فالنملة تاكل من رزق الله عز وجل تاكل من رزق الله الذي يحصل بسبب هذا العالم الذي يعلم الناس الخير وينزل الخير بسببه تصلح الأرض تصلح الأرض بسببه وأما صاحب الشر والعياذ بالله فإنه تلعنه الحيتان في البحر وتلعنه الدواب كما قال جل وعلا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعينون يلعنهم اللاعينون من الدواب والحشرات التي تموت بسببه لأنه يسبب فساد الأرض وانحباس المطر نعم قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله هذا من الفروق أن صاحب العبادة والنفع القاصر إذا مات انقطع عمله وأما العالم وإن مات لا ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأفضل هذه الثلاثة والعلم لأن الولد يموت وإن تأخر عن أبيه دعاله لكن يموت كذلك الوقف يمكن تعطل يذهب أما العلم فإنه يبقى فانتفع به أجيال وأجيال ويبقى نفعه لصاحبه دائما مستمرا فالعلم أفضل شيء نعم قالوا وصاحب العبادة إذا ما تنقطع عمله فصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه نعم والأنبياء وعليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعه نعم الأنبياء إنما بعثوا إلى الناس لدعوتهم وهدايتهم ونفعهم والعلماء هم ورثت الأنبياء قمون مقام الأنبياء في نفع الناس وتعليم الناس فعملهم مستمر ونافع وأجرهم مستمر بعد موتهم نعم كما ترون الآن الناس يهتدون بكتب السلف الصالح والعلماء السابقين والآئمة ينتفعون بها يدرسونها ويدرسونها يعود نفعها إلى من إلى من ورثها من العلماء نعم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم وهم القدوة الأنبياء هم القدوة ما بعثوا لأنفسهم فقط في أجل أن يعبدوا الله فقط بل بعثوا ليعبدوا الله وليأمروا بعبادة الله ويدعوا إلى عبادة الله نعم ونفعهم في معاشهم ومعادهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع لم يبعثوا بالخلوات أن يخلوا بأنفسهم وينقطعوا عن الناس ويستغلوا بالعبادة فقط نعم ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس نعم ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك كون الإنسان يخالط الناس وينفعهم ويدعوهم وأنفع من الذي يعتزلهم الناس إذا صاروا على على أخطى وعلى ذنوب معاصي يقول بعض الناس أنا أفضل لي أني يعتزل وتركهم هذا فيه تفصيل إن كان أنه ما يؤثر في الناس ولا ينفع فهذا الأحسن له يعتزل أما إذا كان ينفع الناس ويدعو إلى الله ويبصر الناس فهذا الأفضل أنه يخالط الناس ويصبر على أداهم نعم هذا فيه التفصيل في العزلة هل العزلة أفضل والاختلاط بالناس يقول الناس يختلفون في هذا نعم ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك قالوا ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة هؤلاء استنفل ليقولون إن الأفضل العمل هو ما كان نفعه متعديا وهذا صحيح هذا صحيح واوح نعم الصنف الرابع قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب سبحانه واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته فأفضل العبادة فأفضل العبادة في وقت الجهاد الجهاد وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل من ترك إتمام صلاة الفرق كما في حالة الأمن نعم والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد والأفضل الأعمال على هذا القول هو أن تؤدى كل عبادة في وقتها المحدد لا فإذا كان الوقت وقت جهاد في سبيل الله فأفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله إذا كان الوقت وقت طلب العلم والتفرغ لطلب العلم فأفضل الأعمال هو التفرغ لطلب العلم وهذا يتعدى إلى العبادات الموقتة والموظفة ما يسمونها موظف يعني موظف كل عبادة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة فمثلا عند ما بين الإقامة وما بين الأذان والإقامة الاشتغال بالدعاء أفضل من تلاوة القرآن لأن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة والقرآن تلاوة القرآن لا تفوت لها وقت مطلق تقرعه في أي وقت لكن هذا الذكر إذا فات وقته فاتت فضيلته فالعبادة الموقتة في وقتها أفضل من العبادة المطلقة نعم مثلا نعم والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن نعم كذلك وقت الحاجة والفقر أفضل الأعمال إنك تساعد المحتاج نعم والأفضل في السفر قال تعالى فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما لا مقربة أو مسكينا في يوم ذي مسغبة يعني جوع تصدق وقت الرخى وقت هذا طيب لكنهم مثل التصدق وقت الجوع وقت الحاجة نعم والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإثار ذلك على الأوراد والخلوة نعم كون المسافر يخدم زملاءه وإخوانه أفضل من كون يجلس للذكر وتلاوة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الأسفار يكون في آخر الركب يتفقد المحتاج والمنقطع والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر نعم أفضل من الصلاة صلاة النافلة في يوم عرفة الدعاء الجلوس للدعاء أو الوقوف للدعاء أفضل من صلاة النافلة في هذا اليوم قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء وعرفة تشتغل بالدعاء تؤدي الفرائض لكن في غير وقت الفرائض تشتغل بالدعاء هذا أفضل من الجلوس للذكر والاستغفار نعم هو الأفضل في أيام عشيذ الحجة هذا اكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميل وهو أفضل من الجهاد غير المتعين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله لأن هذا مثل على القاعدة هذا ذكر موقت عمل موقت يخوت بفوات وقته والجهاد لا يخوت الجهاد لا يخوت بفوات العشر نعم والأفضل في العشر الأواخر من رمضان نزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والإشتغال بهم حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم ويقرائهم القرآن عند كثير من العلم وهذا الذي يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر مع أنه كان في كل أعماله كان في جهاد وكان في تعليم وكان في دعوة وكان في قضاء حوائج الناس وكان في العشر يعتكر وينفرد عن الناس وينعزل عن الناس في مكان خاص ينعزل لذكر الله وعبادته ومناجاته لأنها العشر تخوت أما تعليم الناس والأمور الأخرى من الأعمال الصالحة هذه لا تخوت فمبادرة الأوقات قبل فواتها أحسن من التفريط فيها والانشغال بعمل غير خاص بها نعم والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك نعم كونك إذا مرض الله مسلم واحتاج إليك احتاج إلى حضورك واحتاج إلى مساعدتك هذا أفضل أنك تقعد في المسجد للذكر وتلاوة القرآن وصلاة النوازل نعم والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم هذا كما سبق أن العزلة فيها تفصيل إن كان في اختلاطك للناس نفع لهم وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وتعليم دعوة فخلطتك لهم أفضل وإن كان أنه ما يحصل منك شيء من هذا فعزلتك أفضل لك نعم وخلطتهم في الخير أفضل من عزتهم فيه وعزتهم في الشر خير من خلطتهم فيه قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاعتزل لساءته نعم فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله فخلطتهم خير من اعتزالهم نعم وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق نعم والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته فهو يعبد الله على وجه واحد وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى إن رأيت العلماء رأيته معهم كذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فتكون مع الصادقين مع أهل العلم مع أهل العبادة مع أهل الجهاد في سبيل الله مع المتصدقين والمنفقين تساهم تساهم في كل سبيل من سبل الخير ما استطعت لا تبتصر على نوع واحد نعم وأستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال هل منكم أحد تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا الحديث نعم فأبو بكر شارك في كل هذه المجالات شارك في كل هذه المجالات فالمسلم يشارك في أعمال الخير ولا يقتصر على نوع واحد هذا الحديث روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل قال حدثنا يغنم ابن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال من صام اليوم فقال أبو بكر أنا قال من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا قال من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال وجبت لك يعني الجنة ويغنم ابن سالم وإن تكلم فيه لكن تابعه سلمة ابن وردان وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير ومن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم نعم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك نال هذه المرتبة العظيمة أفضل الأمة أبو بكر الصديق ولذلك لقب بالصديق لكثرة صدقه رضي الله عنه صدقه مع الله وصدقه مع الخلق هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى بن يحيى ومعنو بن عيسى وعبد الله بن المبارك ورواه يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي شهاب عن حميد مرسلا وليس هو عند القعنبي مرسلا ولا مسندا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين وكذلك من صلى ركعتين أو من مشى في سبيل الله تعالى خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر لأن الإثنين أقل الجمع فهذا كالغير أينما وقع نفع صحب الله بلا خلق وصحب الخلق بلا نفس إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنهم وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه وأعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة وهم في ذلك أربعة وأصناف يكفي نقل عندها وأعلم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فقلنا إن الأجر على قدر الإخلاص فهل إذا قل الإخلاص يكون هناك أجر نعم يقول قلنا إن الأجر على قدر الإخلاص فهل إذا قل الإخلاص يكون هناك أجر نعم يكون هناك أجر على قدر الإخلاص على قدر الإخلاص نعم يقول فضيلة الشيخ افقكم الله ما صحة حديث عائشة رضي الله عنها إنما الأجر على قدر النصر أو في معنى الحديث سمعت الكلام في هذا وأن هذا فيه نظر ما وضع على كل حال إن عظم الأجر مع عظم التعب بل عظم الأجر مع مع إخلاص القلب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشقي ثمر نصف ثمر ما انخلاصه وعند الحاجة عند الحاجة المرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها شيئا فقيرة معها بنتين فعائشة أعطتها ثلاث تمرات أعطتها ثلاث تمرات فأعطت كل بنت تمرة الأم أعطت كل بنت تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها فطلبتها البنتان فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة هذه التمرة هذا المدار على الإخلاص لله وإن كان العمل قليلا نعم يقول فضينك الشيخ وفقكم الله بعض العلماء يقول قد يؤجر فاعل البدعة لحسن قصده ونيته فهل هذا الكلام صحيح قد يكون له وذكر شيخ الإسلام شيء من هذا في اقتضاء الصراط المستقيم لأن خسن النية عمل قلبي فيوجر عليه لكن لا يوجر على البدعة أو على عمل البدعة يوجر على عمل قلبه فقط ولا يوجر على البدعة نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن التصوف هو عين التوحيد عنده عين التوحيد عنده أما عند آل الحق فعين التوحيد هو الإخلاص لله عز وجل وليس التصوف نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله أيهما أفضل لطالب العلم لبقاء علمه تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبة الجمعة أيهما أفضل لطالب العلم لبقاء علمه تذكير الناس لبقاء لبقاء علمه تذكير الناس ووعظهم وقيامه بخطبة الجمعة أم تأليف الكتب التي تبقى بعده لسنين يجمع بين هذه الأمور هذا ما يمنعه ما يمنعه هذه الأعمال ما تمنعه من تأليف الكتب يجمع بينها ولا يقتصر على تأليف الكتب ولا يقتصر على الخطبة الخطبة أو الدعوة نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله كيف نرد على من يقول إن الدعوة لا تكون إلا للعلماء وليس لأحد أن يدعو حتى يصل مرحلة العلماء وهل من يقوم بتوزيع المطوية والأشرطة يعتبر هذا من العلم الذي ينفع بعد الموت نعم بلا شك أن الدعوة ما تكون إلا من أهل العلم لأن الجاهل ما يصلح أن يدعو لأنه قد يحرم أشياء أو يحل الأشياء بلا دليل كذلك قد يسأل ويجيب بجهل أنه جاهل لا شك أن الدعوة لا تكون إلا من أهل العلم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم البصيرة هي العلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة حكمة هي العلم لا بد أن يكون الداعية مؤهلا للدعوة لكن الأمور الواضحة يأمر الناس بالصلاة يأمرهم ببر الوالدين يأمرهم بترك الشرك وهذه أمور واضحة ينهى عنها ويأمر بالتوحيد لكن التفاصيل لا يدخل فيها إلا أهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول السائل أنا من خارج هذه البلاد وأكثر المساجد عندنا تابعة لأهل البدعة فهل يجوز لطالب العلم أن يلقي الدروس والمحاضرات والخطب والمحاضرات والخطب في مساجدهم ومؤتمراتهم وهل هناك شروط لجواز ذلك والقيام به نعم إذا مكنوه من ذلك أن يقول الحق وأن يبين هذه غرصة هذه غرصة له أن يتكلموا هذا وقت الحاجة هو مكان الحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول نزلنا منزلا فقالت امرأة لوالدتي لابد من ذبح ذبيحة تكون دافعة للبلاء فما حكم ذلك هذا ما يجوز هذا هذا ما يجوز الذبح لأجل دفع شر الجن أو دفع العين أو ما يجوز ذلك هذا عقيدة فاسدة فلا يجوز هذا العمل نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول لقد أشتل علي التفصيل الذي ذكرتموه حفظكم الله في العزلة عن الناس مع قوله سبحانه وتعالى قالوا معذرة إلى ربكم الآية ما يجوز العزلة معذرة إلى ربكم ما يجوز العزلة هذا في إنكار المنكر إنكار المنكر من ناس واقعين فيه أما العزلة والخلطة هذا شيء آخر نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا كان هناك تعدد في الحاجات فماذا يعمل المسلم هل يقدم طلب العلم أو مساعدة الفقراء أو غير ذلك من الأعمال الصالحة أو أنه يختار ما يفتح عليه الله به لا شك طلب العلم أنه مقدم مقدم وبإمكان الإنسان يجمع أيضا بين طلب العلم وبين فعل الخير من جهات أخرى بإمكانه يجمع لكن إذا لم يمكن يتفرره لطلب العلم حتى يتأهل أخر لا في شك نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما معنى العبارة الواردة التي ذكرها المؤلف رحمه الله شمعية القلب شمعية القلب يعني إخلاصه إخلاصه وتوجهه توجهه إلى الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما معنى قول أبي ذكر الصديق رضي الله عنه في الحديث ما على أحد من أن يدعى من هذه الأبواب من ضرورة يعني نقص ما عليه نقص أن يدعى من أي باب من أبواب الجنة ما عليه نقص نعم يقول فضيلة الشيخ ضرورة يعني ضرر ما عليه ضرر يعني نقص نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله الأصناف الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ما أصوبها وصحها الذي ذكره الأخي الذي يتعدى نفعه أفضل الأعمال ما يتعدى نفعه وهذا جامع للعلم والجهاد والصدقات جامع تعدى نفعه يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل إذا ورد حديث ضعيف فيه عمل من السنة أن هذا من السنة فعمله رجل بنية اتباع السنة فهل له من أجر حديث الضعيف إذا كان فيه موضوع جاء الحديث الصحيح فيه فيستأنس به ولذلك يذكرونه في الترغيب والترهيب والوعظ يذكرون الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح ووردت بمعناه أدلة صحيحة لا يستأنس به أما أنه يرتب عليه أحكام شرعية من تحريم أو تحليل أو إيجاب فلا حديث الضعيف ما يؤسس عليه أحكام نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل اسم الشافي ثابت لله عز وجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي نعم يؤتى بهذا يؤتى بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي ولا يقطع ويقال الشافي فقط نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول هل يجوز ويعطاء أموال الزكاة لشخص ليؤدي بها فريضة الحج نعم ذكروا أن أن الحج الفقير يعان من الزكاة لأن الحج نوع من الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالحج نوع من الجهاد والزكاة تصرف للجهاد نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل علي إثم إذا تركت جامع حينا القريب وصليت في مسجد أبعد عن المنزل وذلك لأن الجامع يطيل جدا الوقت بين الأذان والإقامة فيصل أحيانا إلى خمسين دقيقة في الفجر مما يضعف همتي في التبكير إلى الصلاة فهل أكون آثما بتركي للجماعة الأكثر وصلاته في المسجد الأقل لجماعة إذا كان الإمام يشق على المأمومين لما ذكر السائل أنه يحبسهم بالانتظار تأخير الإقامة فلهم العذر في أن يذهبوا ويصلوا مع غيره نسلهم حاجات ولهم أشغال ولهم فلا يحبسهم يكون الإمام هو المخطي تعرفون قصة الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه قرأ معاذ البقرة في صلاة العشاء وكان معه ناضحان يعني بعيران وخشي أن يضيع البعيران فلما رأى أن معاذ يطيل القراءة انفرد عنه وأكمل صلاته ثم ذهب إلى ناضحيه فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لم ينكر على الذي انفرد وأنكر على معاذ أنكر على معاذ تطوي له وقال أفتان أنت يا معاذ إن منكم منفرين وأنكر على معاذ ربي الله عنه فإذا كان الإمام لا يتقيد بمراعاة المأمومين فلهم الحق هي أن يذهبوا إلى غيره النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفه راعي أحوال المأمومين حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويريد أن يطيل فإذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه أي راعي أحوال المأمومين ولا يشط عليهم ويتبع رغبة نفسه هو نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سافرت مع زملائي ومكذنا في المدينة التي سافرنا إليها أقل من ثلاثة أيام فكان زملائي يجمعون ويقصرون الصلوات في مكان إقامتنا داخل السكن أما أنا فكنت أصلي الصلوات في المسجد دون جمع فعابوا علي هذا العمل لأني لم أأخذ بالرخصة التي يحبها الله وقلت إنني أعمل بالأفضل فهل الأفضل هو عملي أم عملهم أنت المصيب وهم مخطئون والعمل بالرخصة أن تذهب إلى المسجد قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد أو فلم يأته فلا صلاة لهم إلا من عذر خليعهم المسافرين وغيرهم يسمعون النداء وهم نازلين مجنب المسجد ولا يذهبون للمسجد يصلون هذا خطأ نعم ولهب هذا رخصة ترك للواجب نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول نحن نعمل في إدارة حكومية وكان بجوارنا مسجد نصلي فيه لكن هذا المسجد قد أغلق للصيانة فوجدنا فرشا في الإدارة فبدأنا نصلي في هذه الإدارة علما لأن هناك مسجد نسمع الأذان وهو يبعد مسافة الكيلو تقريبا فأن نستمر بصلاتنا في هذه الإدارة أم علينا أن نذهب إلى المسجد أنتم تصلون في الأصل في مسجد في الإدارة والمسجد كما ذكرتم تحت الإصلاح تفرشون بجواره في الإدارة وتصلون لأن هذا أضبط للعمل هذا أضبط للعمل وأيضا أنتم أصلا عندكم مسجد تصلون فيه وهذا المكان الذي فرشتم من تابع أنا تابع للمسجد نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز أو هل يصح طواف الإفاظة وطواف الوداع بنية واحدة لا تنوي الإفاظة ويدخل فيها الوداع إذا كانت الإفاظة آخر شيء يغني عن الوداع يدخل فيه الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت نعم يقول فضينة الشيخ وفقكم الله ما حدوا لباس الشهرة وما ضابطه وحفظكم الله لباس الشهرة هو مخالفة ما عليه المجتمع المسلم مخالفة ما عليه المجتمع المسلم في اللباس وتلبس مثل ملابس المسلمين في نفس الموضع ولا تلبس لباسا خارجا عنهم ويصير عندهم مشكال فيك ونظر إليك أو ربما سوء ظن فيك نعم يقول فضينة الشيخ ما داموا يلبسون لباسا موافقا للسنة فلماذا تخالفهم أنت نعم يقول فضينة الشيخ فقكم الله يقول أنا رجل عمري خمسة وستون عاما وأنا أصوم يوما وأفطر يوما وأزيد على ذلك بصيام الاثنين والخميس خمسة وستون عاما نعم ويقول وأنا أصوم يوما وأفطر يوما وأزيد على ذلك بصيام الاثنين والخميس وأيام البيض وست من شوال وأكثر الصيام في شعبان علما بأن عندي مقدرة على الصوم سؤاله هل فعلي هذا موافق للسنة أم لا وفقكم الله نعم خير الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا يكفي عن صيام الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر تدخل فيه تدخل في هذا الصوم في صيام داود عليه السلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول تقول نذرت أن أصوم شهرا كاملا لو نجحت في الدراسة فلما نجحت شق علي الأمر سؤالها هل تستطيع أن تصوم أيام متفرقة أو أن تعوض بعبادة أخرى لا بد أن تنفذ النذر إذا نذرت صوم أيام أو شهر معين متتابع يجب عليها التتابع ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك هل وفى بالنذر نذر طاعة من نذر أن يطيع الله بل يطيعه تصبر على المشقة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القيء طاهر أم نجس نعم هل القيء نجس لأنه خارج من المعدة فهو نجس ما خرج من المعدة فهو نجس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جاء متأخرا بعد انتهاء جماعة الصلاة الأولى فهل له أن يقيم جماعة ثانية نعم لا يبد من إقامة جماعة ثانية إلا اجتمعوا بعد أراغ الصلاة فلا بد أن يقيموا جماعة ثانية ولا يصلون متفرقين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إمام مسجد لا يصلي صلاة الفجر إلا قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة فما حكم صلاته تلك علما لأنه يبرر فعله بقوله لكي يصلي الناس صلاة الضحاء هذا لا يجوز أن يجعلها إماما إن كان في المملكة يجب يرفع إلى شهون المساجد لعزله وإقامة إمام يصلي بالناس مع المسلمين ولا يفارق صلاة المسلمين هذا من الشذود يجب عزله والمبادرة بعزله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن من الطلاب الوافدين ونحبكم في الله ونسأل الله أن يحفظكم ويمتعكم بالصحة والعافية سؤاله ما نصيحتكم لبعض الإخوة الوافدين الذين لا يحرصون على حضور دروس العلماء بل يقتصرون على الدروس في الجامعة حيث إننا في بلادنا بدع كثيرة وأمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فما نصيحتكم هم إذا أقبلوا على دروسهم في الجامعة وأتقنوها هذا خير كثير ولكن كونهم يضيفون إليه حضور دروس المشايخ هذا زيادة خير والناس تختلف ظروفهم واستعداء ربما يكون ما عندهم استطاعة لحضور دروس المشايخ بل يتفرؤون لدروس النظامية الناس يختلفون في هذا نعم لكن إذا أمكن الجمع بين المصلحتين فلا شك إن هذا خير نعم وإلا فالعصل إخخان دروس الجامعة ولبطها هذا هو الأصل نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا فاتتني السنة الراتبة التي قبل الصلاة فهل لي أن أقضيها بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قضى قاتبة الظهر التي بعدها قضاها بعد العصر فإذا صليتها فلا مانع لأن الوقت ما هو وقت نهي بعد الظهر ما هو وقت نهي ألا مانع طيب نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرئ يثمن أن يضيع من يعول يقول هل يدخل في ذلك ترك التربية للأولاد حيث إنني أعيش هنا في هذا البلد وزوجتي وأولادي بعيدون عني وليس لي القدرة على جلبهم أنت معذور لأنك تطلب الرزق لك ولهم أنت معذور في هذا وتوصي والدتهم أو أقاربك حولهم أن يتعاهدوهم أن يضبطوهم وأنت معذور إن شاء الله لأنك في طلب الرزق لك ولهم نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله عندما ينسى الإنسان شيئا فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليتذكر ذلك فهل لهذا أصل لا أعلم لهذا أصل لكن في القرآن واذكر ربك إذا نسيت اذكر الله يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا ذكرت الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول فهل أستذل السهو لا من العلم من يرى هذا في الشافع والشيخ عبد العيس بن بازي يفتي بهذا هل أمانع هل أمانع إن شاء الله ولا في سجود ساوا نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله اللبس الملابس الرياضية التي تحمل أسماء فرق كافرة أو عليها أسماء لاعبين كفار ما حكم ذلك هذا صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة لأنه لا يجوز لبس الملابس التي عليها شعار الكفار أو أسماء الكفار والتنويه بهم لا يجوز هذا أو صورهم وهذا أشد صور اللاعبين هذا أشد نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل الذهاب إلى محافظة الخرج والرجوع في اليوم نفسه يعد سفرا كان في الأول سفرا لكن الآن تقاربت البلدان ما بقي بين الخرج وين الرياض مسافة قصر نعم تقارب المباني بين المدينتين نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله رجل أكل في رمضان بعد دخول وقت الفجر ظنا أن وقت الفجر لم يدخل بعد ثم إنه أدرك خطأه في اليوم نفسه فأكمل الصوم فما الواجب عليه أو نعم يجب عليه الإمساك وإكمال اليوم لكن يقضي يقضي اليوم لأنه لم يصمه كاملا نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل يجوز رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة لا هذا لم يلد رفع اليدين أما أنه يدعو فيدعو لكن لا يرفع يديه إذن لا يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله إذا كنت ممن لا يحسن تلاوة القرآن فهل الأفضل لي في رمضان أن أشتغل بتلاوته أو أن أشتغل بتعلمه كلاهما حسن ولكن كونك تقرأ القرآن من أوله إلى آخره ولو من المصحة أحسن من أن تقتصر على بعضه حفظا نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله يقول أصلي على الجنازة في الجامع ثم أصلي عليها في المقبرة فهل يعد عملي هذا صحيحا وهل يكتب لي أجران لا ما ورد أن تكرر صلاة الصلاة على الجنازة إنما الذي لم يصلي عليها في المسجد يصلي عليها في المقبرة ما الذي صلى عليها في المسجد يكفي ولا تكرر نعم يقول فضيلة الشيخ قفقكم الله بعض المساجد الصغيرة في رمضان يقفلها أئمة تلك المساجد في التراويح ليصلوا في مساجد أخرى فما الحكم في هذا العمل تختلف الأهوال إذا كانوا يجتمعون في مسجد واحد ويصلون جميعا فلا بأس لا بأس بذلك إذا كانوا يجتمعون في مسجد متوسط وتكثر الجماعة فيه فلا مانع من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ قفقكم الله ما تفسير قول الله سبحانه نمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهل معناه أن القدر يتغير هذا في الشرائع هذا في الشرائع السابقة أن الله ينسخ منها ما يشاء ويبقي منها ما يشاء نعم يقول فضيلة الشيخ قفقكم الله يقول أنا دائما أصلي السنن الرواتب وقيل إن الآية في صحف الحفلة ترفعها إلى الله والله يثبت منها ما يشاء ويمحو منها ما يشاء صحائف الحفلة والقول الأول أنها في الشرائع الشرائع السابقة يوقيتها الله بوقت فإذا انتهى لكل أجل كتاب إذا انتهى أجلها تنسخ لكتاب آخر وشريعة أخرى حسب مصالح العباد نعم يقول فضيلة الشيخ قفقكم الله يقول أنا دائما أصلي السنن الرواتب بقراءة الفاتحة فقط يقول دائما أصلي السنن الرواتب الاثنى عشر بقراءة الفاتحة فقط ولا أزيد على ذلك فهل لي ذلك هذا نقص هذا نقص مداومة على ذلك هذا نقص ظاهر تقرأ بعد الفاتحة ما تجسر من القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ قفقكم الله امرأة عليها صيام شهرين متتابعين فهل يلزمها أن تبدأ الصيام من أول الشهر أم أن لها أن تبدأ الصيام في أثناء الشهر إذا كانت عينة الشهرين إنها تبدأ من أول الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثاني أما إذا كانت ما عينة الشهرين نذرة تصوم ستين يوما مهلا ستين يوما أو شهرين غير معينين فإنها تصوم ستين يوما تبدأ من أول الشهر من وسطه من آخر لا بس المهم ستين يوم متتابع نعم يقول فضيلة الشيخ قفقكم الله رجل آتاه الله علما وخيرا كثيرا رجل آتاه الله علما وخيرا كثيرا وهو في بلاده عنده طلبة علم كثيرون ومعهد خاص لطلب العلم في ذاك البلاد يقول وهو الآن يريد السفر إلى هنا هذه البلاد المباركة ليستزيد من العلم عند العلماء الأكابر السؤال بماذا تنصفون أم حفظكم الله والله إن كان بقاعه مع طلابه وفي بلده أفود فيبقى وبإمكانه أن يتزود من العلم بأي وسيلة السؤال بقراءة الكتب أما إذا كان مجيءه للتزود من العلم أفضل فيأتي نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول إذا وصل المعتمر إلى جبل المروة في نهاية السعي فهل يجب عليه أن يقف على الجبل وأن يدعو أو له أن ينصرف مباشرة بدون أن يقف للدعاء الواجب الواجب استيعاب ما بين الصبا والمروة ولو لم يصعد عليهما الصعود على الصبا والمروة سنة وأما استيعاب ما بينهما فهذا واجب لا بد منه ونعم يختم بمثل ما بدأ به يختم بالدعاء مثل ما بدأ به نعم يقول فضيلة الشيخ يجتمعون في مسجد واحد وينامون ويسولفون ويروح الوقت وهم في ضحث وسواليف ويقولون هذا ما المعتكف يخلو يخلو بربه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو كان يعمل له يعمل له قبة في المسجد أو حصير يخلو المعتكف ينفل لا يجتمع مع الآخرين تضرع لعبادة الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله ورد في قوله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة في رواية أخرى من شهد منكم فهل مجرد الصلاة على الميت يدخل في ذاك الفضل أم لا بد من اتباع الجنازة حتى تدفن نعم هو الصلاة عليها فيها قراط والصلاة عليها واتباعها فيها قراطان ما في شك الصلاة عليها وتشيعها أفضل ويحصل له قراطان من الأجر وإن اكتصر على الصلاة فقط فله قراط من الأجر نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا باع رجل على آخر منزلا ودفع الآخر عربونا ثم تراجع عن إتمام البيع مع المالك بعد مضي شهر ونصف تقريبا السؤال هل يرد له العربون أم يكون حلالا على الباع لخصومة يرجعون فيها للقاضي يظهر بينهم خلاف نحن ملسنا قضاة يرجعون للقاضي نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يجوز للزوج أن يقدم طلب العلم هل يجوز للزوج أن يقدم طلب العلم على طلب الكسب في أسرته وأهله طلب العلم إنه شيء ضروري لابد منه وهما لا يستقيم دينه إلا به التوحيد والصلاة والصيام الزكاة والحج هذا يطلب فرض عين على كل مسلم أما ما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية إذا تيسر لا يطلبه وإذا ما تيسر يطلب الرزق الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ ففقكم الله رجل كان مسبوقا بركعة وزاد الإمام ركعة فهل يعتد بهذه الركعة الزائدة ويحتسبها من صلاته لا هذه ليست صلاة الركعة الزائدة ليست من الصلاة إذنك تسمى زائدة ولا يعتد بها نعم الله تعالى أعلم